السلام عليكم ورحمة الله أولا أنا اسمي الدكتور عنباري عبد العزيز رئيس الجمعية أطباء الفيدا مرثلتان تنشكر الجميع على الحضور والمتابرة وهذا العام إن شاء الله تنضبه المؤتمر الخامس لجمعيتنا وتنضمه في المدينة الجميلة مدينة طانجا المؤتمرات اللي هي فيتا كانت من 2016 حتى 2019 و2019 ما كان جهة المؤتمرات لحقاش كانت هاد الجائحة اللي هي حبزة جميع تظاهرات كما كان نوع ديالها لا ريادية ولا طبية ولا غيرها وهذا العام إن شاء الله نرجعنا بصفات تدريجية باش ننضمه المؤتمر الخامس ديالنا بمساهمات مجموعة من الأساتذة الأجلة لا من خارج المغرب ولا من داخل المغرب والمؤتمر ديالنا تحتوي على مجموعة من المواد المهمة بزاف اللي تتعلق بالحياة اليومية واللي تتهم طبيب وكل مادة اللي هي الدرسة المؤتمر عنده واحد الهدف اللي هو تقدر يستفد منه الطبيب ويقدر يعالج به في العلاج دياله ديال المرضى دياله هناك مثلا مرض السكري هناك مرض القلب هناك مرض العصاب هناك مرض السدر هناك مرض روماتيزم يعني بزاف ديال المغرب وهذا المؤتمر ديالنا كان فيه مشاركة ديال المجموعة ديال الأساتذة الأجلة لا من داخل المغرب كما قلت لكم ولا من خارج المغرب منهم مثلا أستاذ آفينيو أونتوان آفينيو رجع من مونبليي يدرس مرض السكري والسمنة والغوداد الأستاذ بن حسو مصطفى هذا اختصاصي في الجينيكو أبسيتريك يعني أمراض النساء والتوليد الأستاذة بن جلو الرقية اللي هي في مرض العصاب الأستاذ بن نيس حمد القلب الأستاذة بوزيان أمالكي كلمة في الأمراض النساء والتوليد الأستاذ عبد الفتاح شاكي براهم عروف وراه في اللجنة العلمية وراه في الأمراض التعفونية الأستاذة سعدية جناني في الروماتيزم الأمراض الروماتيولوجي اللي يعني روماتيزم أفاصيل والأستاذ جوال عبد نبيل اللي في المسارك البولية والأستاذ موهوي أستاذ التخدير في الساعة شوي في الدر البيضة والأسبان عثمان ياسير مرض العصاب والدكتور سميحي عبد الإله اللي هو قصاصي في الأشعار جاء من باريس إذاً عندنا جوجيا الناس اللي هم آجين من فرنسا وعندنا الأساتذ الأساتذ الأساتذة كلهم دي المغرب وكلهم كفاءات عالية دج ناجح المياه في المياه لا من ناحية الحضور لتنشكر بالسأة في الناس اللي هم حضروه ولا من ناحية المواد اللي هي الدرسة فهذا المعتمر مواد اللي هي على مستوى عالي والدرسة بوحد المستوى وحد تقنية لها عالية والناس كلها مشت ناشطة والناس أفرحانة ناشطة والمشاركة اللي كانوا تقريبا عندنا كانت تقريبا ما يناهز أكثر من 150 طبيب وطبيبة اللي هما شاركوا في هذا المؤتمر ولكن كلهم التازموا بالقواعد اللي هي منصوص عليها في هذا الجائحة من التباعد وسعمل كماما وسعمل المواد التعقيم اللي هي كانت أصلا موجودة وكانت موجودة في شكاير اللي هما تعطوا جميع الأطيبة كانت عندهم كل شيء كافي لا من التقيم ولا من كمامات وكان حتى هنا موجود يعني الأمر دات في كلها فأحسن ما يورام وتشكر الجميع ونتبهنا نشوفكم السنة الماجية إن شاء الله فأحسن الظروف وتكون إن شاء الله هاد الجائحة مشات ببقى تولوا ولا قربة ولا بقى حتي لما مشات تولوا نكون نقضينا عليها على الأقل ونتبه نشجع الناس لما دير شيء تلقيح مش يتلقح على هتلقيح والغض يحمينا وإن شاء الله تكون عند الحماية الجماعية وما يبقاش عندنا لجائحة وحتى نبقوا بعض الحالات واللي بحالات موثيمية هاتش يكون له حال قريب تقدر الإنسان يتغلب عليه السلام عليكم ورحمة الله معيدنا سنة القادمة إن شاء الله